العقرب أنا شايفة أن دي صانة الفرص بالنسبة لهم والمال أورانوس اللي هو كوكب الحظ في منزل المال لو تلاحظي هتلاقيني دايماً بقول المشتري وأورانوس اللي اتنين دول من الكواكب المهمة جداً اللي نبص عليها لأن المشتري هو كوكب الحظ فبما أن المشتري حالياً موجود في منزل المال بالنسبة للعقرب ده بيديهم حظ في الفلوس كويس قوي عشان كده دي صانة المال بالنسبة لهم ممكن يبقى عندهم فرص كويسة قوي يحققوا منها مكاسب كمان هيكون عندهم يعرفوا يعملوا حساباتهم صح وواقعيين في حساباتهم لكن في مشكلة أنه أورانوس هيجي في مواجهتهم من أول ستة مارس الحركة اللي احنا بنقول عليها من أول ستة مارس للأسف هيتنقل في مواجهتهم فده يخليني أقول لموليد العقرب مهم جداً تاخدوا بالكم من أول ستة مارس في توقيع أي أوراق أو عقود وتحاولوا تكونوا ملتزمين في الأمور القانونية ما تتصرعوش في أي قرارات قانونية من أول ستة مارس يعني لازم تكونوا متأكدين أنتوا ماشيين صح يعني وبرضو تحموا حقوقكو زي ما قلت في توقيع الأوراق والعقود ويحاولوا العقرب كمان يتأنوا في قراراتهم الشرائية من أول ستة مارس بالنسبة بقى للحب والجواز بالنسبة للحب طبعاً معروف رجل العقرب العقرب مش محتاج كلام مش قادرة أقول لهم حاجة رائعة في الحب لأنه هما يعني الفلوس أوكي حلو الحب بقى يعني لازم هما عندهم شوية توهان عندهم مغامرات دخول ده اللي مش متجاوزين يعني نتمنى أن المتجاوزين ما يعملوش كده برضو لكن عندهم دخول في مغامرات متعددة ممكن يعيشوا فترات حب وبعدين يكتشفوا أن عندهم نبت ده كوكب بيخليهم شوية عندهم خيال يتخيلوا أن الطرف الآخر بشخصية أو بصفات معينة وبعدين يتفاجئوا أن الواقع حاجة تانية فأشوف أن هما بس يتأنوا في قراراتهم العاطفية عشان ما يتوهوش كتير ومن أول ستة مارس المتجاوزين بقى لازم ياخدوا بالهم قوي يحاولوا ما يتمردوش برضو على الأزواج كتير لأن أورانوس بيخليهم عايزين يجددوا يعني ممكن التجديد زي ما قلنا يكون مش شرط يكون تمرد ممكن يكون فرصة أنهما يبقى فيه تواصل أفضل يكون فيه حياة جديدة وقصص جديدة بيبنوا عليها حياتهم